بالحديث عن بعض الأطراف الإقليمية هل صحيح أن الأطراف الإقليمية وبعض اللعبين في المنطقة العربية ساهمة في قرار التأجيل ومنع إجراء الانتخابات؟ نعم هناك في توجه لبعض الأطراف الإقليمية بأن لا تجري الانتخابات بل بالعكس هذا كان مبكراً كانوا يشترطون على لحب مازم بأنه لا بد له قبل خوض الانتخابات أن يوحد فتح وكانوا لا يرون أي ضرورة للانتخابات بدون فتح موحدة حتى لا تفوز حماس وكان هذا بوضوح له ولكن بعد ما أصر للرئيس على إجراء الانتخابات وحصل التشضي في الفتح كان أيضاً نصائحهم بأن لا تجري الانتخابات خوفاً من فوز حماس من هي هذه الأطراف؟ هذا سؤال لا إجابة عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر